اول مرة زرنا السيد الرئيس كانت في سنة 15 ايوة ما كناش نعرف خالص يعني مثلا بنسبة 99 و 99 من 10 زي ما بيقول ليه لانه هو السيد الرئيس كان في زيارة لكويت اي وكان لسه مرجعش مصر اي فاحنا عندنا فكرة انه هو مسافر يعني لكن فجأنا النجاة هو نزل من المطار على الكنيسة او كان حاجة كده يعني عمل مفاجئة اه هي كانت مفاجئة اه كانت مفاجئة اي وجود السيد الرئيس طبعا لأول مرة لأول مرة جوه الكنيسة في ليلة العيد وهو بيهني كل المصريين بكلمات عزبة الزيارة قعدة 12 دقيقة اي لكن اصارها وكلمتها اصارت في امم وشعوب صحيح والله صدقين احنا نفسنا كمصريين بشد خالص خالص يعني لحظة رائعة لانه ما فيش حد يتمنى الا هذا الحب والعمل الحلو العمل الحلو بالذات من المسؤولين بينعكس على كل الشعب على قطعات كبيرة من الشعب اتكررت الزيارة في السنتين لبعدها السنة اللي فاتت في الزيارة كانت زيارة جميلة جدا واعلن فيها كمفاجأة على مشروع انشاء المسجد الكنيسة في العاصمة اللي دارية الجديد كانت مفاجأة لنا وقال كده السنة الجاية باذن الله نصلي فيه طبعا طبعا اوامر الرئيس اوامر الرئيس وطبعا العمل كبير جدا فابتدى المهندسيين سواء المعمارين او النشائيين او الالكتروميكانيكس او مشروع ضخم صحيح وهم مرتزمين بالسنة ايوه ايوه فانجازوا مثلا حوالي 40% وشفت حديث العمال كمان فرحانيه اه يعني النفسية عظيمة مش بس شغل النفسية رائقة وعظيمة بتاعت العمال صورة رائعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة